ترأس سمو الشيخ منصور بن زايدان الهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اليوم الاجتماع الاول لمجلس ادارة مجلس تنافسية الكوادر الاماراتية للعام 2024 ذلك بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايدان الهيان وزير الخارجية نائب رئيس مجلس الادارة واعتمد مجلس الادارة خلال اجتماعه الميزانية التقديرية لبرنامج نافس للعام 2024 بمبلغ ستة مليارات واربعمائة مليون درهم اضافة الى مستهدفات التوطين في القطاع الخاص للعام الجاري بما يتوافق مع توجيهات القيادة واستراتيجية المجلس كما اعتمد المستهدف الرئيسي للتوطين خلال العام 2024 بانضمامي ستة وثلاثين الف مواطن للعمل في القطاع الخاص